في انتهاك جديد يضاف إلى قائمة الانتهاكات القديمة الجديدة التي يدأب الاحتلال التركي على ارتكابها على طول الشريط الحدودي شمال سوريا يواصل الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية استهداف القرى والبلدات الآهلة بالمدنيين ما يسفر في كثير من الأحيان عن سقوط ضحايا مدنيين فضلا عن الخسائر المادية الكبيرة التي يخلفها القصف في الممتلكات آخر هذه الاستهدافات ما أفادت به مصادر محلية بتعرض قرية سموقة في ريف حلب الشمالي شمال غرب سوريا لقصف بالطيران المسير من قبل الاحتلال التركي ما أسفر عن أضرار مادية في ممتلكات المدنيين يأتي ذلك فيما جدد الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له قصفهم العنيف على قرية مرعناز التابعة لناحية شران في ريف عفرين المحتلة شمال غرب البلاد ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وكان الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية قد استهدفوا في وقت سابق قرية بينا بناحية شيراوى بريف عفرين دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وفي سياق متصل استهدفت مسيارة تابعة للاحتلال التركي نقطة تابعة لقوات الحكومة السورية في قرية عبدوكي في ريف تل أبيض جريسبي المحتلة ما أسفر عن إصابة عنصر من القوات الحكومية ترجمة نانسي قنقر